موسيقى المشاهدين وعلى قناة الأهلي وأنا مبسوط جدا النهاردة في القناة طبعا يا رب إن شاء الله كده نكون وشنا حلو على المنتخب بإذن الله ما رفتت لمحرية كنت معنا كان كريم بس اللي معاك النهاردة أنا وكريم بس أجازة بس لأ ملفات كتيرة وحابة لنا نبدأ مع حضرتك بقى يعني نبدأ كده بفكرة الأهلي والإسماعيلي والأداء اللي احنا شفناه والزج بالناشئين والأداء المحترم من الناشئين ومسيماني أصلا وفكره في فكرة هنا يعني بدل ما أنا أروح وأشتري وأعمل صفقات تمنى عندي هنا قطاع رائع وأكثر من رائع وطلع لي أبطال وناس أسابي كبيرة جدا كانت قبل كده في الأهلي خليلين نبدأ من النقطة دي بالضبط حاجة كويسة أول اللي عملها طبعا مستر مسيماني فعلا مجموعة ناشئين مجموعة لعيبة هايلة كلهم مبشرين بالخير وعملوا جيم كبير قوي مع الجونة في البداية طبعا كانت تعادل طبعا وبعدين مع مباراة الإسماعيل طبعا الإسماعيل فرقة كبيرة وكان احتكاق قوي جدا للناشئين وعلى أسكم يوم طبعا مصطفى شبير ومغربي ومانو أحمد سيد غريب محمد فخري يعني عشان من يسس أحمد سيد عبد النبي كلهم لعيبة مبشرين بالخير يعني أنا شايف أنه هو يعني هتبقى زخيرة قوية للنادي الأهلي خلال السنوات القادمة ويعني أنا شايف برضو إن شاء الله بإذن الله طبعا إنه ممكن برس تاو لو حصل البطولة دي بعد طبعا تعافيم الكورونا هو تعافى خلاص بقين الرئيس مصادر يعني بالضبط ليه بقول كده وليس سليمان المجموعة لعيبة لما مجموعة بيبقى في وسطهم ثلاثة أربعة من لعيبات زي الخبرات أعتقد أن اللعيبة دي هتستفاد بشكل أكبر ويتدوم ثقة أكبر وممكن يعني في المباراة القادمة إن شاء الله نوصل للفوز رغم أن إحنا مش هلقانين قوي على البطولة دي إحنا طبعا بس إحنا النادي الأهلي قونا بنلعب بطولة كل الناس بتحس أنه بيقول لك خلاص أنا عايز بطولة إحنا ليس كنا بنتكلم من بارح برضو كنا بنقول حتى لو دورة رمضانية الأهلي عايز يكسبها يعني بزر هي دي الثقافة دي ثقافة ثقافة طبعا ممتازة لعيبة النادي الأهلي والناشئين بدليل أن هم تعدلوا في آخر دقيقة يعني إحنا دايما مميزين النادي الأهلي ما تأمنش لمباراتك مع الأهلي إلا مع صفارة الحكم صفارة الحكم تفكر أنه انت خلاص آه المبارات تعد ولكن ناشئين النادي الأهلي قدروا أن هم يتعدلوا مع الإسماعيلي طبعا أنا مش هقول حاجة يعني لا حاجة كبيرة أو لا لعبت النادي الأهلي دايما بتدور على الفوس حتى لو شباب ناشئين أو زي ما حضرتك قلت دورة رمضانية بلش أنا شايف لو إن شاء الله بإذن الله مبارات المقاولين يوم الجمع أعتقد لو قدرنا إن إحنا نقدر ندعم اللعيبة دي بثلاثة أربعة لعيبة من اللعيبة الكبار أعتقد إنها هفرق كتير جدا في الشكل والمستوى والنتيجة كمان حلوة قوي هنروح ونرجع بين الأهلي والمنتخب وعدنا مطش النهاردة مهمة مع السودان وناس كتير بتقول لك يعني السودان مطش هيخلص فقال ربع ساعة الكلام ده سمعني قبل كده والكلام ده مش مظبوط مش حاجة سوية كده مفيش مباراة سهلة مفيش فرقة تقدر إن أنت تقول أو منتخب تقدر تقول إن هو يعني مطش بتاعه هيخلص في أول دقيقة الكلام ده على الأرض ما حصلش وبعدين برضو هرجع مع حضرتك كابتن إن هو الموضوع برضو إن السودان على فكرة فرقة مش ضعيفة أبدا لا فرقة كويسة فبتتوقع المشهد النهاردة يبقى عامل إذن الله هو طبعا إحنا بنقسها أو يعني هنقول الإعلام والصحافة على التاريخ إحنا تاريخنا مع السودان يتفوق عليهم بشكل كبير طبعا ولكن يجي على أرض الواقع لا الموضوع مختلف تماما لإن السودان النهاردة عندها فرصة للسعود إنها توصل على أربع نقاط صحيح لإن معظم أعتقد إن يعني بحسبة بسيطة في جميع المجموعات إلا هيجيبها أربع بنت ممكن يوصل كأحسن توالد كمان هتفرق كتير معهم فهم عندهم أمل علاوة لإن السودان في المباراة الأخيرة بتاعتها فرقة منظمة فرقة كويسة عندهم شراسة وعندهم حماس وعندهم روح ما كانش إحنا نقابلهم بنفس الإصرار والحماس والروح ده بعيد بقى عن الفنيات هتلاقي هتحصل لنا مشكلة في الملعب لازم يبقى قلب وروح وإصرار إنه حنن نكسب علاوة طبعا إن شاء الله بإذن الله طبعا يعني مستر كروش يعني يعمل لها التشكيل الكويس دي بقى اللي بنتمناها بعيدا عن المفاجآت في مباراة ما تحتملش المفاجآت تحتمل إن انت فعلا بتحط التشكيل التشكيل الأصوب والأصلح بمراكز اللاعبين اللي هي كانت يعني نسبيا شوها في مباراة غينية أكسبنا سمك الأداء لسه ما تطورش أو يوصل للمستوى اللي أنا قدر أقول إننا يعني لأ ده أنا هنفس بقوة ولكن المباراة روح المنتخب خلينا نقول يعني لما رجعيش حد الوقت معلش ما فيش ماتش العبنية أعتقد لعبنا بروح منتخب مصر اللي إحنا نعرفها لا لسه فعلا مباراة نيجيرا طبعا بعيدة تماما على المستوى مباراة غينية تطور بسيط أو تحسن بسيط تبقى للخطة والطريقة اللي لعب يا مستر كروش أقرب للواقع ولو إن أنا شايف النهاردة إن الأفضلية ممكن يلعب بثلاثة في نصف المرعة يعني أنا شايف مش عايز يلعب أربعة، اثنين، تلاثة واحد مباراة اللي فاتت يعني كانت مش شايف إن البلاي مكر كان مؤدي بشكل كويس تحديدا عبدالله السعيد يعني هو ما كانش موفق فيه بالضبط ما كانش موفق كانت تحس إن الرتم أداء ومشواخد رتم أداء المنتخب بصفة عامة دي مطلوبة أنا ممكن لو لعبت أنا بحمد فاتحي ونصر محمد نصر النيني وعمر السلية أعتقد هيبقالنا شكل كبير جدا وخاصة في اللجومة عندك محمد صلاح وصفة محمد ممكن لعب عمر مرموش أعتقد إن إحنا هيبقالينا شكل كويس ومع المساعدة طبعا الجيدة من عمر كمال عبدالواحد ومن ناحية الشمال ممكن أيمن أشرف طبعا في ظل إصابة أحمد فاتح أعتقد إن إحنا يبقالنا شكل ويبقالنا تواجد وجومي أكبر وخطورة أكتر على مرمو منتخب السودان يعني القصة من وجهة نظر حضرتك كابتن جمال هي بتتلخص فيه إن أنا أعمل خطة أفضل ولا إن أنا ألاعب اللعيبة في المراكز بتاعتهم ولا إن أنا أعمل ميكس ما بين الاتنين لأن إحنا شفنا دا الواحده شفنا دا الواحده ما كانش أفضل للأداء فبرضو بتشوفها إزاي المفروض المشهد مش بس النهاردة في اللي جاي كمان يبقى إزاي اللي جاي طبعا كله رايح للأقوى يعني إن شاء الله بس ناخد الخطوة دي إن شاء الله ليه أنا ممكن مش عايز أعمل أقول إيه يعني لا مش عايز أعمل حاجة جديدة أولا المبارات دي ما تحتملش المفاجآت حتى أنت بتلعب منتخب السودان أنت أوراق كلها مكشوفة بالنسبة له وهم نفس الكلام عارفينك وعارفين خطورتك فين وخدرتك الهجومية في أي مكان أنا ممكن أعملها أثناء المباراة إن أنا ممكن محمد صراح يدخل جواه مصطفى محمد يطلع على براء يعني الحاجات الشفتات اللي بعمل عليها في التكتك الهجومي بتاعي ولكن مش محتاجة ما تحتملش مفاجآت زي جزئية اللي كنا بنتكلم على مصطفى محمد بيلعب ناحية اليمين محمد صراح لا ومش بس كده التغيرات اللي احنا بنشوفها بصراحة اللي بتبقى برضو عليها لما تستفهم كتير جدا بتبقى مش فاهم ده طلع لي وده داخل مكانه لي وفي التوقيت ده تحديدا يعني ناس كتير برضو ما بتبقاش فهمة لا طبعا ما فيش شك طبعا يعني زي ما قلت المباراة دي محتاجة ثبات وإحنا عندنا ثبات في التشكيل لغم ان خط الدفاع عندنا احنا مجبرين لان احنا نقصين ثلاثة طبعا بشكل يعني ثلاثة مؤسرين جدا اكرم توفيط طبعا بني رجعب السلام ويسافر عشان يعمل عملية بإذن الله اه انا قلت خبر كده ان هو في سبيل ان هو يتعمل له التأشير ان شاء الله ربنا رجعه بالسلامة طبعا والمؤمن المصاب يعني قد الله ومشاء أفعل وان شاء الله يرجع أقوى من الأول بإذن الله وفيه طبعا الإصابة بتاعة أيمن أشرف والإصابة بتاعة الوينش ولكن السلاسي اللي يلعب مكانه من كان عمر كمال عبد الواحد او محمد عبد المنعم او أيمن أشرف اعتقد ان هم قدرين ان هم يسد الخانك اللي ممكن يعملوها او النقص اللي ممكن يعملوه اللعبة المصابة فشايف ان كيروش يلعب بالسبات او الشكل اللي انا بقول عليه اعتقد ان هو يلعب كده ممكن لعب اربعة تلاتة تلاتة تبقى واضحة جدا هجوميا ودفاعيا لان الهدف منها السيطرة على وسط الملعب لو سيطرت على وسط الملعب بشكل جيد اعتقد انه يبقى ليك تواجد وجوم بشكل كويس قوي في نفس الوقت الخطورة هتقل عليك بشكل جيد اوكي طيب كابتن جمال معلش يمكن الشق اللي انا عايز اتكلم حضرتك فيه مش ناس كتير قوي يعني بتركز عليه انا بحب الشق النفسي دايما اتكلم عنه لانه اعتقد جزء لا يتجزأ من نجاح اي لعب ونجاح اي فريق ومنتخب احنا شفنا الشق النفسي معمو السيماني من بداية قدومه للنادي الاهلي كان اكثر من رائع وخلى فيه يعني لعيبة تظهر بشكل كبير جدا واداءهم ومنقول ما شاء الله احنا عندنا كوادر عظيمة على الصعيد التاني شفنا لعيبة كنا عارفين عنهم اداء معين لقينا اداء اقل بكتير من امكانياتهم مع المنتخب بصراحة بعد قدوم كيراش كلينا نبقى صراحة برضو ده شق الناس تقولك او يعني احنا مش شايفين ان كيراش بصراحة من خلال كمان تصريحاته ده بيعكس انه مش مهتم بهذا الشق فطب هل ده عادي هل ده طبيعي هل ده مش مهم مثلا لا مهم جدا طبعا احنا عشان احنا كعرب كمصريين تحديدا بنحب الشق ده او نتعامل بيه بشكل كبير ولكن في ظل الاحتراف هنتبص نلاقي مستر كيروش ممكن يكون هو مش واعل النقطة دي انا بعمل لعيبة محترفين كل واحد عارف ما له وما عليه وبناء عليه بيقدي في الملعب تبقى للحالة الاحترافية اللي هو فيها الحالة النفسية دي تخص هو يعني بتكلمة مثلا تخص اللعيب نفسه او تخص منتخب بلجة كذلك مش كلام علمي ومش كلام بشكل محترف يعني احترافيا معلش الشق النفسي ده اساسي احنا بنشوف يعني فرق كبيرة جدا عالمية بيبقى معاها دايما انا اوصل معاك للنقطة دي اه موجود ولكن اوصل معاك للنقطة دي الاحق بان هما يعملوا الدعم النفسي جيد الجهاز المعاون لكيروش كابتن مدير السيد كابتن محمد شوقي صامر حضري المجموعة المعاونين كابتن واق الجمعة طب انا حبني من هنا والناحية التانية المدير الفني بيهد من هنا يعني ما رجز مختلف وغيره لا هو ممكن ما يتكلمش عنها كتير يعني انا ما نوهلهاش كتير زي مثلا انا شفت وانا يعني كنت حضرت بتتكلم عن تحديدا الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه واحنا في المنتخب كابتن جهري كان كلام ومحضرته الشق النفسي فيها بيبقى واصل معك للمستوى عالي جدا جدا انت نازل المباراة حس ان انت عندك روح وحماس تخرجها كلها في المعاون ما هي دي بقى النقطة فدي نقطة دي نقطة ليه لان هو برضو العربية او ان هو رجل مصري رحمة الله عليه كن بيحس بينا وبيحس باسم بلده اللي بيجي هنا محترفين فبتحس ان هو عنده يعني هي قريدي موجودة بس انت ما تتعملش على كده لأ دول لعيبة كرة محتاجينها فعشان كده بقول جهاز المعاون اللي هو يعليها قوي عند اللعيبة وانا شفت حتى تصريحات لعمر السلية تصريحات ممتازة تكلم عن المنتخب مصر وان احنا بنوعد الجمهور ان شاء الله نعمل حاجة كويسة وعندنا جافع كبير فدي برضو مهمة اللعيبة كبيرة عمر السلية دلوقتي من اللعيبة يعتبر من كبة المنتخب فعنده النقطة دي تتكلم فيها بشكل جيد جدا وقدري وحس ان هو قدري يوصلها للعيبة بشكل كبير قمية المباراة النهاردة انت هتوصل النهاردة المباراة النهاردة لازم تنسى المباراة اللي فاتوا دي اللي هتوصلك للأدوار الإقصائية اللي انت هيبقى في شكلك هيبان فيها وهتديك حالة معنوية متافعة جدا وقدر اننا أقول منافس جيد للبطول لان انت هيفضل 16 فرقاء اللي هم أعتقد ان هم الأقوى هيحصل فيها مفاجآت كتير ما فيش شك في المجموعات النهاردة والمجموعتين اللي هي الخمسة وعندما حصل مفاجآت قرد احنا شفنا يعني منتخبات احنا كنا معتقدينهم الجزائر ماذا احنا كنا معتقدين ان الجزائر هيروح حتى تانية لا وغيره من المنتخبات لا هي البطولة غريبة يعني خلينا نقول هي البطولة فعلا غريبة دي حقيقة دي حقيقة ما فيش شك طبعا البطولة فعلا كلها غريبة ليه؟ هنحس المستوات متقربة ما قادرناش نقول ان اللي هو التاريخ يقدر يغفر للمنتخبات زي ما بنتكلم دلوقتي عن الجزائر وتونس لسه احنا عندنا مطشاط ومصر احنا نفس الكلام بتاريخنا الكبير ده والسبع بطولات اللي عندنا ولكن النهاردة مهددين انه ممكن تحصل اي مشكلة لو ملعبناش بنفس الاسراء لان هذا لا بديل عن الفوز انت تكسب النهاردة هتوصل ان شاء الله باذن الله بس يعني نقطة فصل لا بديل عن الفوز ده فعلا ثقافة عند كيراش لانه هو من تصريحات مايش انا بعكس لحضرتك التصريحات مش رأيي الناس يعني هو التصريحات انه مش هي دي هدفه مش البطولة دي هدفه فلا بديل لا هو صرح بكده ما في الشك هو طبعا صرح بكده ايا كان المسؤولين اتفقوا معه على ان دي بديل او الاهم اللي هو يعني بالنسبة له والافضل ان انا بوصل لتصفيرات بوصل لكاس العالم لا مش كده احنا حاملين اللقب ده سبع مرات فانت بتخش ما هو ده يعني ممكن اقول ايه يعني بس طبعا الناس دي عقود احترافية انت بتحط في عقدك ان انا دي كاسر امه افريقية انا صاحبها انا البطل فيها يعني انا صاحب البطولة دي سبع مرات اللي بعدها كاميرون بخمس مرات فقردي ان انت بتخش منافس عليها فانت مش عايز اقول ايه ان انت تحس ان احنا فجئناك ان احنا بنقول لك البطولة هو طبعا تصريحاته طالع على كده واحنا بناءا عليه الصدمنا يعني احنا فجئناك يعني سيخير البطولة بتعطوة مرات بالظبط ايه لقى الاخبار فحسينا ان احنا لا هم نتكلم عن حاجة طبعا يعني لا مش موجودة لا ده موضوع مهم جدا بس طبعا اعتقد ان دلوقتي الجازي الفني يعني حسسوا اهمية البطولة دي بالنسبة لمنطقة بمصر وتقييمه تميز ليه هو شخصيا هتديلي الدافع فطبعا خلال كم يوم القرعة فانت لأ انت بتدي نفسك دافع قوي جدا ان انا كمل ان لو الأقدر الله حاصل حاجة هتبقى موضوع نكسة خطيرة وان انا بقى ده العامل النفسي بقى اللي انا هدور عليه بشكل ده محتاج ده جاتر نفسي وتجي مع حضرتك معنا في حلق الحل البطولة يا رب ما نوصلاش ان شاء الله يعني بنتمنى بإذن الله طيب كنت انجمال انا عايز نروح بحديك والسؤال يعني جاوبني منتصر صراح لما جبنا مدير فني مصري وكان الأداء غير مرضي ليه الجماهير تم يعني مش ازحته يعني خلاص تم الاستغناء عنه اه بالاستغناء عنه بشكل محترم اكيد جبنا عنصر زي ما حالكوا تتكلم اجنبي وعلى شكل احترافي يعني وجلنا برضو الأداء اعتقد كان غير مرضي ليه الجماهير المصرية وكمان العربية طيب ليه ما كانش فيه انتقاد بالشكل الكبير اللي احنا بنشوفه يعني اه فيه انتقاد دلوقتي بس اول ما جي كيرواش ما كانش الأداء الأفضل أصلا يعني حسناش بفرق حتى على كابتن حسام البادري ولكن الانتقاد ما كانش لازع زي وقت كابتن حسام البادري هل احنا اللي عندنا مشكلة ولا قصة ان احنا بندي ثقة زي دليل عنصر الأجنبي ولا ايه الحكاية والله اقولك الصراحة ايه اللي بيحصل انا هخصها في كلمة واحدة هي جزئية الناس اتكلمت عن جزئية غريبة مع ان انا شايف ما عندش قنعة بيها حتة القبول 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 باختصار كابتن حسام تحس ان ما كانش عند قبول بينه وبين الاعلام والصحافة ممكن تكون طبيعة شخصيته كده كابتن حسام جد جدا طبيعة شخصيته كده كابتن حسام كابتن حسام جد جدا هو بيتعامل كده في ناس مش عايزة كده اننا ممكن اتعامل بمرونة شوية مع الناس ممكن يعني بس سداني كابتن جمال لو كان الأداء يعني أو الأسلوب كده بس على الأرض في نتائج أنا بقوله بقى اللي هو قصة الإبول إن أنا عشان ما فيش تقفق بيني وبين الكابتن حسام قوي أو ما فيش إبول بيننا وبين بعد قوي فتلاقي إيه كان النقد لازع جدا يعني كانت حاملة جديدة مع إن الكابتن حسام نتيجه بالمقارنة أفضل من كروش ما هو ده بقى النقطة بالضبط ورغم كده إن هو طمي الاستغناء عنه وجبنا كروش عمل مبارتي ليبيا نسبيا معقولين نسبيا أنا مش هقول الأداء برضو مردي جدا يعني لو قرناها ببعد كده طبعا إحنا عندنا في منتخب مصر أسماء كبيرة جدا إحنا بنتكلم على اللعيب دلوقتي عند الكابتن محمد صلاح من اللعيبة اللي بتخش دلوقتي زابيست يعني الأفضلية بيخش مع كريستيانو بيخش مع ميستي وليفا وليفاندوسكي يعني اسم كبير جدا طبعا الأداء بتاعه بيختلف عن أداءه الأوروبي ولكن ممكن تبقى طبقا بقى للتاكتك اللي بيتلعب الهجومي تبقى للعيبة اللي حواليه العمل المساعد اللي جنبيه الملاعب ودي مشكلة كبيرة مش هيئة منفردة يعني ولكن طبعا أنا عايز أعمل كومنت مهم جدا على البطولة دي اللي يعني متساوية فيها بعض الفرق بشكل كبير جدا الملاعب سيئة جدا الملاعب سيئة جدا جدا ده في حال سمار ما وقع أنا حسيت أنه ده غرز غرز في الرملة يعني في المباراة وتحس أنه يعني حتى جايبين الكرة وهي بتخش جون المأساة على وشه نفتلك بيلا جدا ملاعب سيئة جدا فوق ما تتخيالي علاوة على أن دي بتقرب شوية المستوط من بعض لأن لو الملعب جيد والملعب كويس بيحسس بلعبة الكرة بشكل كبير وبيفرق معهم كمان وخاصة في البناء أنا فرق عايز أكسب غير الفرقة العايزة تتعادل أو تخسر هيبقى الملعب معها إنما الفرقة العايزة تكسب وتبني بشكل كويس وتلعب على الأرض هتلاقي معطل معطل بالنسبة يعني في عوامل خارجية بتحصل في كل بطولة ما نقدرش نحن ننكرها طبعا بلا تأثير إيجابي وتأثير أكيد سلبي على أي ماتش أو أي فريق أو أي منتخب طيب لو بصراحة كده يعني روحنا برضو لنقطة إن إحنا بتدينا نفكر شور عقلنا إن هل ممكن إن إحنا بقى نزج بيعني مدير فني مصري أو وطني في الفترة اللي جاية فيما بعد كيراش إحنا مش عارفين طبعا عقده مستمر غاية إمتى أكيد حسب أكيد الأداء وغيره لكن هل ممكن الخطوة جاية نبقى منشوف مدرب يعني وطني حتى بغض النظر عن الأسامي المطروحة أي بعيد عن أي حاجة واضحة لها ماشي كده مصري ومصري أجنبي مصري أجنبي فكابتن حسام ما وفقش مع المنتخب دلوقتي مستر كروش بس إحنا برضو عندنا مشكلة كبيرة إحنا عندنا يعني يعني كل الناس دلوقتي بقيت تتكلم في الكورة مشكلة قوي مشكلة كبيرة أنا مش شايفة إن دو حش يا كابتن جمال يعني دائما ناس تقول لك الناس كواب تفهم في السياسة الناس كواب تفهم في الحصول مش عيب إن إحنا نتعلم إن إحنا نتكلم يعني أيا كان بس تبقى العملية يعني فيها حيادية شوية بمعنى يعني أنا هتكلم ما لنا وما علينا وتحديدنا في مستر موسيماني أبعد شوية عن الجزئية اللي حصلت في المؤتمر الصحف مستر موسيماني يعني أنا دلوقتي لعيب كهرابا لعيب كبير وكل حاجة بس خلاص المدير الفني ما عندوش قناع بي يعني أنت مثلا حدي أبو السليس يسأل مستر موسيماني أصل كهرابا عمل أسئة طب يعني تحس إن الأسئلة مستفزة بس هو رده بصراحة كويس كان موسيماني بيرد بطريقة برد أسئلة أسئلة برضو تبقى صعبة شوية يعني أنت أنت دلوقتي تتكلم في مبارات الإسماعيل يتكلم في حدود مبارات الإسماعيل بتحس إن الأسئلة أنت بتجيب عايز تطلع زي ما بيقول إيه أنت بتطلع أسوأ ما فيه أو اللقطة يعني هو طبعا مستر موسيماني برضو لازي بيبقى عنده سيطرة شوية على أعصابه بش مبرر إن أنا مثلا يبقى أن فعالتي دايما حاسس إن أنا متحفز له لا هو دلوقتي خلاص الأمور واضحة فلازم يبقى حتى فيه تنبيه عليه لا خليك أنت بقى متزن شوية المؤتمرات الصحفية تبقى واعي جدا للأسئلة دي ولا ولا حضرتك على حاجة عشان برضو ما نزلموش بجد موسيماني من أصلا بتابع دايما التصريحات بعد أي ماتشات مش بس الموسيماني بصراحة الحق يقال يعني شهدت حق مش عشان أنا أهلوية موسيماني من المدرين الفنيين اللي بيدرس قوي كل حاجة بيقولها وفعلا تصريحاته بتكون في غاية الاحترام والاحترافية يمكن ده بيحصل بس لما حد بيستفزك ما الواحد برضو بني آدم بس شفت أنت قلت خلينا بخليني في حاجة أنا طول ما أنا في الكرة هيبقى لها سترس سترس قوي بس شفناها مع مديرين فنيين عالميين يعني بتحصل مورينيو كامبياني لكتر من كده أه أنا معاك مورينيو كامبياني بحصل لكتر من كده بس أنا عايز أوصل لزي إيه زابيست زابيست إيه الأفضل؟ إن أنا لازم يبقى عندي سيطرة على عصابي في إجاباتي وأبقى متوقع الحاجاتي زي ما بقولي إيه أنا داخل مؤتمر الصحفي متوقع أي حاجة زي ما لو أخش المباراة مثلا وبتكلم أن لازم في أثناء المباراة توقع أي سيناريو عشان يبقى لي سيناريو بديل أنجح بي والحقيقة لا تقلوا من الناس اللي هي بتحصل بتحصل ما هي تحصل أنا عايز أقول إيه هو طبعا يعني خطأ مشترك يعني الصحفي أخطأ ما فيه الشك ومسيباني برضو أخطأ لازم تبقى إيه العملية زي ما قلت أبقى عندي الأفضل زي بست أنا داخل مؤتمر أو زي ما قلت أشابها بمباراة النهار أنا النهار ده بلعب مع السودان مستر كروش ولأقدر الله أول ربع سيعة تلت الساعة دخل في أجون أدور على السيناريو ينجحني وأتعادل وأكسب ولا أعود أبقى عصبي وعمل رايح جاي ومش مركز ودي حصلت على فكرة في منتخب الجزائر مع جمال بن ماضي أنا بسرعة قبل بن ماضي اسم كبير مضرب كبير جدا مضرب عظيم بس تحس إن انفعالاته في الأول في الآخر بشر طبعا بس كل واحد أكيد بيحسبها كويس وبرضو إحنا بنتمنى من السادة الزملاء الصحفيين المحترمين برضو يبقى فيه انتقاء شوية للأسئلة والتوقيتات كمان لأن الوضع ممكن يكون برضو مش أفضل يعني حال خلينا نروح دلوقتي فاصل سريع لأستاذ جمال اللي لسه حدثنا يعني أول حدثنا بقية ونرجع نكمل مع حضراتكم ده كان آخر فاصل خلاص بعد كده هنمشي مع حضراتكم مرة ثانية وحدتنا مستمر مع كابتن جمال السيد وعايز نروح مع حضرتك بقى الملف شوية مختلف من يومين كنا بنتابع دباست وكان طبعا اللي فاس بيها ليفاندوفكي وما فيش مشكلة هو لعب برضو اسم كبير جدا بس لو هروح لمحمد صلاح هل المشكلة كانت مثلا في فكرة هنا التصويت مكانش كافي من الكتلة العربية ولا الموضوع بيبقى ملوش علاقة بالتصويت الموضوع لحسابات يعني أخرى أنا شايف والله طبعا يعني أن محمد صلاح في حد ذاته يخش زابست وقبل كده نفس طبعا على الكرة الزهبية طبعا مع ميسي وكريستيانو والآخر زابست يعني كان المنافسة مع ليفاندوسكي ومع ميسي طبعا حاجة محترمة يعني حاجة كبيرة قوي يؤسب لي طبعا ويحسب طبعا لمصر أنها تخش طبعا في زابست ولكن طبعا أنا مش عايز أخمن يعني جزئية الكتلة العربية ممكن تكون لها دخل كبير أو ملهاش يعني بعيد عن اللي هو يعني بالبلد كده جو المؤامرات لا مش هميش أحسبها كده نقودها بنية كويسة وأن ممكن فعلا كل واحد بيقول وجهة نظره دي حاجة الحاجات تاني طبعا أنا بحس أن فيها عامل دعاية وإعلان بحس أنها أوقات بتمكون موجهة يعني إحساس شخصي كده يعني بالزد أحسن العيب في العالم إنما ليفاندوسكي طبعا ما بنقللش منه العيب كبير وفرق كبير مع البيرن وأهدافه كلها مؤثرة وسيطرة طبعا من بيرن الميونيخ على البطولات كلها ممكن نقول بردو أن هي رحاله لها حقية ولكن محمد صلاح مجرد أن هو يكون في الجائزة أو في الترشحات أعتقد أن دي حاجة كويس وإن شاء الله أعتقد ممكن فترة اللي جدي محمد صلاح يبقى أحسن من كده بكتير مع بطولات أعلى وإن شاء الله يأخذها بإذن الله نتكلم كمان عن هداف الدوري ويعني حصول صلاح في الموسم اللي جاي لو على هداف الدوري بنتكلم ممكن ده يخلي بقى بعد كده نسبت برضو حصوله على البالندار ممكن أن تبقى أكبر أكبر طبعا محمد صلاح دلوقتي منفارد طبعا بهداف الدوري الإنجليزي وماشي كويس جدا وماشي بشكل كبير ومؤثب جدا مع فرقة ليفربول بنحس إنهما يعني لو محمد صلاح مش موجود زي الفترة اللي فاتت دي ما عندهمش الإيجابية قوي على المرمى والقدرة التهديفية اللي محمد صلاح بيعملها بيعمل فرق رهيب كل التوفيق طبعا لمحمد صلاح إن شاء الله ويبقى أحسن من كده وياخد إن شاء الله أحسن خلينا بقى نرجع للأهل مرة تانية كابتن جميل نروح شوية كده يعني البعض برضو كانت بيتكلم إن ليه منطعمش الفريق الأول ببعض برضو الناشئين يكونوا موجودين ضمن الفريق يعني سواء مش شرط أساسي حتى لو بنتكلم عن بودلاء هل بتشوف حضرتك ده مناسب الفترة دي ولا أنا عندي كافي من كل يعني لاعب ومركز وعندي كمان الاحتياطي بتاعه زي ما بيتقال مهمة جدا البطولة دي بصراحة بطولة أنا شايف اللي عملها طبعا يعني رابطة الأندية كل الاحترام ديها حاجة عظيمة حاجة عظيمة ما فيه شك طبعا ليه احنا طبعا في ظروف غير عادية الظروف الغير عادية طبعا فيه كرونا طبعا يا ربنا يا رب يقي البلد وإن شاء الله يعني ده مضوع مال يزيد يا كافتن جمال بالضبط مشكلة أنا لسه طبعا حتى أعرف المنشت إن منتخب تونس أعتقد فيه سبعة منهم عالي معلول طبعا كل الشفاء ليهم يعني انت هتبصت تلاقي القيمة بتاعتك ممكن في مطش مسألا مباراة تونس تلاقي القيمة ده 16 لعيب 15 لعيب تبقى للظروف أو تبقى للأعداد اللي موجودة فأعتقد الفطر اللي جاد إن شاء الله يا رب ما تحصلش حاجة ولكن انت عندك نواة من اللعيبة الناشئين والشباب تقدر تعتمد عليهم حتى لو 3-4 يدخلوا السكور يبقوا في قيمة البودلاء ياخدوا الثقة مع زميلهم اللعيبة لما يرجع لعيبة المنتخب والنادي الأهلي يكتمل أعتقد مجرد تدريبهم مع الفرقة في الفطر دي أعتقد أنهم هيفرق كتير جدا مع النادي الأهلي وليه دي بتقلل نسبة احتياجاتك بداية كل موسم لما بحط احتياجات أنا مثلا عايز راس حربة عايز بك يمين عايز بك شمال عايز نص ملعب هبص هبص الأول للناشئين اللي طلعت ايو أشوف عندي أنا ايه المتوافر وبعد كده أفكر أن أنا أجي فعلا الصفقات بعد كده الصفقات اللي بعد كده دي هتلاقيها فأدي الحدود مش هتبقى بقى خمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة لا الصفقات هتبقى في الحدود أيا كان كان الصفقات احترافية أو صفقات مصرية فهتقلل جدا على أقل الصفقات المصرية لعيب متربي عندي مش هيكلفني حاجة ابن النادي عنده حب النادي وعنده الروح القتلال العالي والإصرار وعنده الروح النادي الأهلي زي اللي ظهر في مباراة لإسماعيل كويس جدا أعتقد أن الفترة اللي جاء دي هيبقى لهم تواجد بشكل أو بآخر إن شاء الله حلو جدا لو رحنا بقى تكلمنا عن كاس العالم للأندية والاستعداد الفني والبدني والنفسي ومواجهة مونتاري وبعد كده نروح نتكلم عن شالسي يعني برضو الرحلة لسه لسه فيها كتير ومحتاجة برضو كتير شغر طبعا ما في الشك رب الموسم ده ما يبقاش زي اللي فات لا هو واضح كأنه هيبقى أسوأ من ناحية الإصابات والغيابات وغيره الموضوع هي الإصابات والغيابات موجودة في الكرة بس اللي بيصعابها علينا أو اللي بيزعلنا أكتر نهاية بتبقى طويلة زي إصابة أقرب طبعا هي خلاص حاجة قدرية متوقع حاجة زي كده بالضبط بتاخد فترات طويلة ولكن الإصابات موجودة إصابات عضلية إصابات إجهاد بنسب برضو بنسب بالضبط بتاخد بنسب يعني زي مثلا إصابة عمرو الصليف مباراو وبالضبط موضوع بدر بنون فدي حاجات كلها بتعمل مشاكل خاصة أعمدة في الفريق يعني أكرم دلوقتي تقلف فريق تنادي نيجي البدر بنون برضو تقلف النادي الأهلي تحسنها أعمدة مؤثرة شكرا كان مين معنا دي في كابتن جمال من يومين شكرا كابتن حشيش ولا مين بيقول بيقول لك بيقول لك إحنا اللعيبة بتوعنا بتحسده لا خلينا الحسد موجود في القرآن يعني أنا أعتقد أن أكرم أكرب دوفيق يعني ربنا الشيوع فيه أو ممكن يعني الناس كلها بتكلم عنه بشكل كويس وعادة نحن نتكلم عن حد بتحبه أو حاجة بتحبها أو حاجة عندك ما شاء الله ربنا يوفقه ما شاء الله ماشي كويس فطبعا يعني هي إصابة قدرية وردة وردة بردة زي ما قالت كابتن حشيش وارد ولكن زي ما قلنا طبعا الاستعداد لبطولة زي بطولة كاس العالم الأندية دي بطولة كبيرة بطولة مهمة وصلك مثلا إحنا النادي الأهلي الحمد لله دايما بيروح معلم يعني معلم فيها إحنا دايما بنسيب أثر جايب يا مسحف فإن شاء الله بإذن الله أعتقد النادي الأهلي بقى ابناءه ولعبته أيا كانت عدد اللعبة زي ما بنقول الأهلي بمن حضر لبين بس شائبت النادي الأهلي تحس إن الروح بتدب فيه والحماس والإصرار إن إحنا نعمل حاجة كويسة إن شاء الله لنا دينا وبلدنا في كاس العالم يعني أنا أتمنى إن شاء الله نوصل لإنهائي ونواجهة تشالسي بس المواجهة من وجهة نظر حضرتك هتبقى لي عنوان إيه أو بتشوف إن شاء الله هتبقى إزاي بمنتشفة فيها خليها نعرف منك لا طبعا لما نوصل مثلا لمبارات تشالسي تبقى حاجة حاجة جميلة يعني مبدأين الأصول ده حاجة محترمة جدا طبعا بس المواجهة بقى دي بشكلها عامل إزاي هل بتشوف إن فعلا نقدر يعني نقدر طبعا ما فيش شك نقدر يعني فرقة تشيلسي طبعا من الفرق الرهيبة أكيد رهيبة يعني عندهم أسامي كبيرة بالضبط أسامي كبيرة معهم مدرب عظيم تخيل الألماني ده حاجة كده فكرة ده لسه أخذ أفضل مدرب يستاهل يستاهل عاما فرقة تشيلسي حسسنا إن فرقة تشيلسي بقيت فرقة من الفرق التقيلة قدر يوظف اللعيبة بشكل كويس جدا سيلفا لعيب كويس قوي كانت في نص الملعب لعيب هير روفرز ألماني لعيب ممتاز كل لوكاكو تحس إن فرقة بدأت فرقة منظمة لها شكل وليها وتحس إن هم بيتحكموا دلوقتي فرقة تشيلسي كانت من الفرق اللي دايما بتعتمد على ربض الفعل ولكن دلوقتي فرقة تشيلسي بتحضر كويس بتلعب كويس بتبني هجمات بشكل كبير جدا كانت الأول أحس إن هم دايما بيلعبوا على الكرة التانية بيعتمدوا على القوة الجثمانية والبدانية بشكل أكبر ولكن دلوقتي فنياتهم من الفرق اللي انت تحب تتفرج عليها فأعتقد لو لعبت مع النادي الأهلي هتبقى أنا شايف هتبقى مباراة عظيمة يعني الوحي شايفة كده قدامه هتبقى حاجة يعني مباراة جميلة بعيد عن أي طبعا نتائج أو زي ما قلت حضرتك مجرد إن إحنا نوصل لإنلاعب تشيلسي أعتقد إن شاء الله لا مش عايزة الجملة دي بقى مجرد إن إحنا نوصل لا إحنا ما استلنا يعني محنا عشان ما نتحسيتش عايزة كان كده تمويه يعني فأقول تمويه وبعد كده نفكر في الخطوة التانية نعرف نكسبهم إزاي طيب خبتن جمال خليني برضو معايشا هنتقل مرة تانية للمنتخب ولو تكلمنا برضو عن الشكل النهاردة اللي مفروض يكون هل إحنا ممكن نتكلم مثلا إن يبقى فيه زجب في البداية بزيزو وتريزي جي بدل ما تكلم عن عبدالله السعيد من بداية الماتش هل ده ممكن يفرق برضو في الشكل يعني أو في الأداء أنا بصراحة ومش عايزين نقيم عبدالله السعيد في آخر مباراة يعني لأنه لم يوفق فعلا بس هل لو كلمنا عن زيزو وتريزي جي في البداية ده الأمثل 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 اللي من وجهة نظر الشخصية لو أنا ما كان كيروش وشايف إنها هتعمل فعالية كويسة ممكن وراء أراب حبيب أزيزو العيد كويس أوي طبعا جدا وبينزل بيفرق مع المنتخب يعني كل ما بينزل بتحس إن فيه طفرة أداء هجومي للمنتخب بشكل كبير إنما أنا لو لعبت بطوة الهجومية بتاعتي اللي أنا مثبتها ومديهم الثقة صلاح ومصطفى محمد ومرموش أعتقد إن إحنا هيبقى الشكل كويس أوي وهممكن أستهلك أستهلك فرقة السودان نسبية وممكن أستفيد بعد كده بزيزو واستفيد بتريزي جي بس يتريزي جي لما يبدأ أنا حاسس إن حساسة المباراة بالنسبة له لسه شوية إنما مع الوقت تريزي جي هيرجع المستوى بشكل أجل خارج من قصابها كبيرة إحنا نتكلم في البصة ليبي برضو فترة طويلة وإن أنت تبرأ مباراة بالقوة دي بتعتمد على الاندفاع البدني بشكل كبير أوي أكتر من فنيا فعشان كده كان حتى الشكل في مباراة نيجيريا مش مظبوط ولكن أنا شايف إن لو احتفظ بتريزي جي شوية ياخد جزء من المباراة زي المباراة اللي فاتت غينية أعتقد إن هيبقى شكل مؤثر أوي ده بالنسبة لمباراة السوداني النهاردة لازم أحط لها سيناريو أو اتنين ما هي السيناريو بقى أن أنا بهاجم عشان أخلص من أول كم دقيقة ولا أنا حدافع مع هجوم يعني ما بردو الواحد لازم يعرف التوازن اللي أنا اتكلمت فيه أنا عندي لو لعبت بثلاثة في نص الملعب حمدي فاتحي قدام حجازي قدام محمد عبد المنعم أعتقد هيبقى مصد كويس بس هو على طول بيلعب كده بيلعب بس هيبقى عندي إنني وعندي عمر الصلية عمر الصلية ممكن يطور وطور من أداءه بشكل كبير جدا وبصراحة تحسب لموسيماني طور من أداءه إنه بقى ليه تواجد هجومي بشكل جيد عمر الصلية ممكنش بيعمل الأسستات دي الأول في بدايته أول ما جي نادي الأهل في 2015 أعتقد كنت أنا حتى في الفريق الأول مع كابتن زيزو في الفترة دي الفترة اللي جي فيه عمر الصلية عمر الصلية متابعيتي دي بقى لعب طور من أداءه بشكل طور الهجومي صحيح بقى يقدر دلوقتي يعمل أسستات كويس قوي يعمل الكرات البينية بصوا سليم مية في المية كان الأول بيعتمد على قطع الكرة ولكن المرحلة التانية كانت متأخرة شوية عنده إنما دلوقتي عمر الصلية هتلاقي عامل مشترك في معظم أهداف النادي الأهلي أو أهداف المنتخب المصري كويس كيف بدليل الأسست الأخير اللي عمل لمحمد صلاح ما كانش حد يتخيل إن عمر الصلية في اتجاه للمرمى وأنا هصوب خلاص فجأة عملها تشب لمحمد صلاح ولا أروع ولا أروع بالضبط راحت لمحمد صلاح والله بنا وفقه فيها وسجل بشكل كوي فأنا شايف كده الشكل اللي يجوم يبقى أوقع وأقوى يعني هو فضل دلوقتي دقتين أنا عايزة أستغلهم نتكلم عن كابتن جمال أكتر إيه رأيك بقى طباً يخليك لا بجد والله إسم كبير يعني وقدمت كتير جداً للأهلي خلينا برضو نعرف دلوقتي أو حالياً كابتن جمال إيه المشاريع الجديدة لك والله أنا دلوقتي مدير فن قطاع البرام في نادي إنبي يعني أنا دايماً بحب أشتغل طبعاً نادي الأهلي طبعاً بيتي وكل حاجة ولكن نادي إنبي طبعاً من الأندية الكبيرة جداً في قطاعات الناشئين تحديداً مع أنا رئيس نادي عظيم الأستاذ أيمن الشريح حاجة كده من الرؤساء الأندية نحس أنه عايز يعمل حاجة من نادي إنبي ويطور بشكل كبير كابتن محمد إسمعيل رئيس قطاع الناشئين وكابتن محمد كلهم ناس بتحاول كابتن إسم يختار مدير إدارة قطاع الناشئين دلوقتي فبيحاولوا يطوروا بشكل كبير من قطاع الناشئين مهم مهم قطاع الناشئين ده جداً وأنا عندي دليل دلوقتي نادي الأهلي الحمد نادي الأهلي الحمد لله بيعتمد على أفضل لعيبة كانت في ناشئين نادي إنبي طبعاً مجد أفشى علي لطفي صلاح محسن أكرم توفي لعيبة كلها أعمل في نادي الأهلي ده دليل أن قطاع ناشئين نادي إنبي ماشي على الخط السليم إن أنا بصدر لعيبة لمنتخب مصر والجميع أنضية مصر وده رسالة اللي أنا دايما كنت أقولها برضو على النادي الأهلي النادي الأهلي قطاع ناشئينه مش قطاع ناشئين عشان لعيبة النادي الأهلي بس أو عشان يستفيد بل فريق الأول بس لا نادي الأهلي طول عمره تبص تلاقي لعيبين ثلاثة في كل نادي لعيبين ثلاثة في كل نادي نادي إنبي دلوقتي وصل للمرحلة دي يعني ربنا ووفنا إن شاء الله ونطلع العيبة برائم كويسين طبعا لنادي إنبي الفريق الأول والمنتخب مصر ونقدر نساهم بجزء بسيط من اللي بيعملوا نادي إنبي معنا بالتوفيق إن شاء الله يا كبتن جمال نورتنا فكرة جميلة وبإذن الله خير النهاردة الساعة 9 المطر يا رب بإذن الله كل التوفيق واحنا يعني ما عندناش مشكلة نتفاجئ ما عندناش مشكلة خالص يعني النهاردة كيروش يفاجئنا بس يفاجئنا حاجة كويسة وحتى توقعات البعض اللي هي مش إيجابية قوي أنا ما عندناش مشكلة إن هو يخزلنا كلنا ويطلع فيه حاجة في الآخر مهمة أو كويسة جدا تفرح المصريين هم يستحقوا ده شكرا لك والحلقة كده خلاص انتهت والأسبوع كمان خلاص من 10 صبح في الأهلي نشوف حضراتكم سواء الله لحد الجاي أنا وكريم وحلقة جديدة و10 صبح في الأهلي مع السلامة